الحاجة متخيلة ان الجمهور اللي احنا بنتكلم عليه مش هقوله مثقف بالفترة وعنده وعي بالفترة لما يجي يكتب التعليقات بتاعته محمد صلاح مش هيلعب لوحده يعني الاعتماد يبقى دايما على عنصر واحد لكن احنا بنتكلم في فساد ومنظومة وشايف اجهزة ومؤسسات الدولة المجهود المبزول في التنظيم ده شكله ايه واحنا نعمل كده فاكيد دي كانت ضربة اكيد طبعا بمناسبة محمد صلاح وفكرة ان محمد صلاح بيلعب لوحده او لا يعني محمد صلاح بتعرض لنفس اللي بتعرض له ميسي مع الارجنتين في السنواته الاخيرة والناس لازم تقتنع ان هو ان كوردة القدم بالاساس هي لعبة جماعية يعني مهما كان محمد صلاح ده رجل بارع ومتقلق وبيقدم شغلة كتير جدا لكن في النهاية لو المنظومة اللي حواليه مش بالكفاءة اللي هتساعده فهو مش هيعمل كل حاجة لوحده زي ما ميسي بزبط مش قادر يعمل رغم ان ميسي بيعمل كتير جدا جدا لكن هي دي ضريبة النجومية ضريبة نجومية اسمك الكبير جدا وصلاح لازم يبقى اخد باله من ده زي ما الناس كلها بترفعك في السماء لانه الجمهور المصر يعطفة جدا يعني بيبني دايما رؤاء بعطفة مش بمنطق الامور ولاي الاول ما تلاقي حد بمنطق الامور فانا النهاردة بطلع محمد صلاح السماء لكن مع اول انكسار انا هنزل به لانه هو لانه زي ما بتديك في الايجابيات في السماءات استنى من ده عشان كده لازم محمد صلاح يتعامل برضو بمنطق ان هي دي الطبيعة وزي ما الناس ما بترفعني كده ميسي نفسه الناس طلبته فترة من الفترات بالاعتزال فانت مش اهم ميسي ميسي بيدفع رواتب الاتحاد الارجنتيني موظف الاتحاد الارجنتيني منتخبات الشباب في الارجنتين منتخب الاول في الارجنتين بيدفع كان هو فترة من الفترات كان فيه ازمة مالية كان هو بيعمل كل ده الرغم ان الارجنتين بلده ما عالجتهوش هو طفل 11 سنة ما عالجتهوش اسبانيا اللي عالجته ورجعته سالين تاني وراعته وطورته فنيا وخد الجنسية الاسبانية عرضت عليه مرات كتير جدا جدا ان هو يتقاضي كمان مقابل ان يلعب لو انتخب اسبانيا وكان عنده جليل ذاهبي في اسبانيا حصل على كاس العالم وحصل على امه اوروبا وكان يقدر يصنع معاه تاريك كتير جدا وكان كلهم زمايلي في برسلونا ورغم ده رفض لان حنينه لبلاده ودفع كل بيدفع وبيعالج مشاكل كتير جدا ورغم ذلك الجمهور بينتقده وبيوصفوه بالمتخازل ومع ذلك ميسي لحد 32 سنة و33 سنة وهو ما زال عنده الطموح انه يقال لهم حاجة كل مرة بيحارب لدرجة انه بقى بيصحب على العالم كله انه بيحارب واحده وحظه ساق جدا انه غاي يعني انا بحس ان القدر بيتدخل في انه بيصنع معجزة يعني في الظرف ده بالتحديد ميسي لو عنده جيل كويس كانت هتبقى فينا فهيدي بسالك ميسي لصلاح ان انت خد بالك لأ في حد بيعمل اكتر منك كتير جدا وبيتعب عنك كتير جدا ومع ذلك حجم الانتقادات اللي بتطوله بتنال منه اكتر منك لازم ياخد باله من دي ولازم يكمل بنفس الروح ولازم يبقى اخد باله جدا ان الناس دي لحق عليه يعني مهما انتخذتك ومهما كانت شرسة في انتقادك لهم حق عليك لانهم بيدوك وبيحبوك ويدعموك وانت شوفت كتير جدا في استفتاءات يعني صلاح ممكن مبقاش موجود او بيقدم اداء عادي وملاقي متفوق على ميسي ورونالد وبفضل ان المصريين مستعدين يصحوا الساعة 5 الفجر 6 الصبح عشان يصباطوا لصلاح مستعدين يدفعوا فلوس كمان عشان يشوفوا صلاح بانجح بخلاف ان النجوم التاني يعني ما حدش مثلا ايه مش مستني صوت يمسي ما بروح لهش مثلا فصراح بصدل الجمهور كتير جدا كان بيفوس في استفتاءات فالجمهور اللي حق عليها هو لازم يبقى اخد باله من ده